هرحب بدويت، تقدر لأساس دويت دويت مش عايز يتحرك، ولا مش سمعني، ولا إيه؟ أهو، جاي دويت، تمام على ما ييجي بقى، أتكلمكم عن واحد من أباء المسؤولين عن دويت، دويت داخل أهو أزايك مش مهندس؟ أزايك، ساشري، أخبارها بتاك ايه؟ تمام؟ كله تمام، الحمد لله ودلقتي عمالي إيز بقى وبتاعه وعايز بقى، آه، يعادي بس كده عشان يوصل كله يشوف بتاعه تمام، أهلا بيك استنى أنت شوي طيب دويت، تمام مرحبا بك أستاذ شريف عنا، اسمي دويت، يسعدني لقائك اليوم في برنامج يحدث في مصر وأنا كمان سعيد بلقائك جدا جدا جدا، اسمك إيه؟ وراء مرحبا بك أستاذ شريف عنا، اسمي دويت يسعدني لقائك اليوم في برنامج حدث في مصر ما بيستخدم كلمات معاينة، لازم أكلموا بيها؟ بالضبط، هيا كيوورد معاينة عشان المايك يقدر يدكت ايه الـ يقدر يطلعها، وانا عليها بيقدر يطلع الـ طب، هأجل الكلام مع ده ازاك بشمونس؟ ايه الأخبار؟ كله بخير، الحمد لله بتوتيلي إن ده أزكى إخواته؟ يعني بنقول كده ده أحسن إخواته، ده النسخة الرقم 12 ايه بالضبط، هو ده النسخة المطورة الـ وإحنا عملنا منه أكتر من فيرجن على مدار السنتين تلاتة اللي فاتوا، وده أحدثهم أحدثهم في التكنولوجي اللي مستخدمينها فيها، أحدثهم في الـ الـ ده شغلته إيه؟ أو إيه اللي استخدامت له؟ عشان نبيل السؤال صحي بنقول يعني إن هو بنستخدمه كبروموتر أو جهاز دعائي يقدر يقدم معلومات وياخد معلومات من العملاء أو الفيزتورز أو واتفر اللي احنا بنشتغل معاه، بيزدع على شوية اسبيكسي فيه، سواء إن هو بيقدر يتكلم إن هو فيه شاشة كبيرة يقدر يعرض عليها ماتيريال، سواء إن هو فيه مايك يقدر يسمع والشاشة دي يعني مثلا ده ممكن يبقى موجود في فندق، فأنا أدوس على حاجة أنا شايف فلور بلان، فأدوس على حاجة فيظل خريطة ده مثلا كان موجود في المنتبه يعمل نفس الحركة دي الفلور بلان بتاع القاعة، ويبتدي يتحرك معاك، يقولك فوليمي مثلا إن هو يتحرك يعني ممكن إن هو يرشدني كمال المكان اللي أنا عايزه، بالزبط إن هو عارف قريدي الخريطة بتاعة المكان ويقدر يتحرك جواها بصورة دقيقة ده انتو اشتغلتوا عليه بقى الكوات دي؟ لا عادي يعني ممكن نتكلم في شهوري، شهور؟ شهرين، ثلاثة ماكسموم، أي شواله هو طايم التصنيع بتاعه وإن احنا بنتكلم فيه ممكن يبقى حوالي ثلاثة أربع عسابية إيه المقصود بقى بكلمة التصنيع؟ علشان كلمة التصنيع بالنسبة لنا دي إن انت جايبت الشاشة من بره وجابت الفبر والبودي والشاسي والعجل والبطارية ومركبه على بعض احنا مش جايبين الكل، احنا ما نجي نتكلم على التصنيع، أول حاجة في حقوق أي تصنيع الملكية الفكرية، الجهاز ده كتصميم خارجي وتصميم داخلي يمتلك مين؟ حد عامله برا واحنا مغدين منه التصميم ولا احنا نملكه؟ احنا نملك التصميم كامل من سواء الحاجة من سميها البروداكت ديزاين اللي هو شكله، والتصميم الميكانيكال ديزاين اللي جواه، والالكتريكال ديزاين، فهم التلات والسوفتوير ديزاين وده الأربع فيرتكالز اللي بيني عليهم أي تصميم